يا هيام بالأكل بسرعة وراي على قطي حاضر يا ماما الجدة هي حماتك مالها كده متغيرة عن مبارح انا متأكدة ان في دماغها حاجة ربنا يسترها منها روحي ودي لها الأكل وشوفي عايزة ايه منك وتعالي قوليلي وقعد خافي جدتك معاك حاضر يا جدتي ربنا يستر دخل الحماتي الأكل في قطتها وبقول لها الأكل هو يا ماما اجيب لك حاجة تانية اقعد يا هيام عاوزك في موضوع ضروري خير يا ماما في ايه ما تخافيش يا حبيبتي انا زي امك وانت مراتبني واحب الخير ليك دنت الغالية ايه طبعا يا ماما بس بس ايه يا هيام ابدا ما فيش ربنا يديم المحبة علينا يا رب انا اسفى بجد يا ماما لو كنت زعلتك مني وانا وعدك هعيش تحت طوعت ربنا يخليك لينا يا رب حماتي كده بنظرة انتصار ليا يا حبيبتي دنت الوحيدة في مراتات ولادي اللي بحبها ويعلم ربنا يا هيام والله المهم كنت عايزة منك حاجة ضروري خير يا ماما عاوزاك تيجي معايا مشوار بكرة بس مش عاوزة حد يعرف حاجة خالص والأخص جدتك فهمة؟ لكن يا ماما هيا هيام هزعل منك بجد وارجع اغضب عليك ولا ايه رأيك؟ لا 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 خلاص مقدرش ازعالك انا ما صدقت الامور بانا تحلت شطورة جدع يا هيام روحي بقى واسيبينا نام شوية حاضر يا ماما فوزية شفت البيت عاوزة تبلي في دماغ حماتي لو الله ما يخليها تتهنى بها ابدا لازم ابوص فرحتها الجدة فيه ايه يا هيام حماتك مالها لا لا ابدا يا جدة مفيش حاجة انت مخبية ايه يا هيام عني ربنا يستر وفوزية بتتابع وترائب من دعيد ها بقى كده يا هيام عاوزة تاخد حماتي صفك واحنا نبقى خدمين ليك زي ما كنا بنعمل معاك لا دا انت فشرتي هتبوص خطتك اكيد طيب بعد اذنك يا جدة ها ام انا مانا علشان تعبانا شوية ما بدلت كده خليكي قعدة لا لا محتاجة رايح شوية يا جدة طيب برحتك الصبح حماتي جات لي مطي الله يا هيام قبل ما جدت تصحى علشان نروح مليجي بدري حاضر يا ماما حاضر جاية هو يلا بينا فوزية من وراء باب قدتها رايحين فين بدري كده وكمان قبل ما جدتها تصحى لا دا فيه انه في الموضوع ده ولازم وطربقها على دماغهم بقولك ايه يا هيام اشرب العصير ده علشان انت على لحم بطنك وحرام كده تدخي مني في الطريق حاضر يا ماما بس اشرب معايا انت كمان منه انت ما فترتيش لا لا انا فطرت بدري قبل ما صحيك يا جده يا جده هيام فين ها هيام حافدتي هي فين فوزية قلت لها راحت مع حماتي ريكو بوتوكتوك من قدامي باب وميشيو يا دنيلة هانم خرط حافدتي وراحت فين ربنا يسطر وانت يا فوزية ما صحة تنشلي من ساعتها لحقهم اسبري بس هما ريكو بوتوكتوك واحد جارنا تعالي نجيب رقم من مراته ونعرف هو فين طب يلا بسرعة يا فوزية يلا يا ربنا يسطر يا رب يا منجي يا رب اسطرها يا رب الجده اتلاعي قدامي يا فوزية بسرعة وورني فين بيت صحب التوكتوك ده ضروري فوزية الله فقية جده هي حماتي هتعمل ايه يعني بهايام تلاقيهم رايحين يجيبوا حاجة كده ولا كده من وسط البلد ايه دمال يعني ماينفعش كده اتمنى كده يا رب اسطرها ومايكونش جرالك حاجة يا هيام يا بنتي بنتي اقول لأمك ايه يا ريتني ما رجعتك البيت ده الحمى اقف هنا يا مصلحي هيام يا هيام ايه ايه مالك يا بنتي انت ده اختي كده ليه مدفوق مال اقولت لك افطري قبل ما تيجي مصلحي هي مالها الستة هيام يخلت ام احمد هي تعبنة ولا ايه دي ضيخة خالص ومش وعي الحاجة الحمى ما تتدخلش انت يا مصلحي وشوف حلك انت وقعد برطن بحاجة قدام حد عيش ورب عيالك افضل لك سامع مصلحي مفهوم مفهوم ربنا على القوي الحمى صح صح يا هيام يا هيام خلينا ندخل جوه مش قادر اشيلك اتسند علي يا بيت انت تقيلة كده ليه لهوي هتقطومي ظهري فوزية بقى هناك يا شادية بيت يا شادية خير يا فوزية على الصبح مالك جوزك فين يا بيت ما انت عارفة راح شغله طلع يلقى ترزقه على التكتك طب ادينا رقمه عاوزينه في حاجة ضروري جدة هيام عاوزاه خير يا جدة عاوزاه في ايه ما فيش يا بنتي عاوزاه يوديني مشوار ضروري فوزية قالت انه شخصه محترم وانا ستة كبيرة يعني ومش عاوز اركب مع اي حد فوزية ربنا يخليك وكلك زوء خد الرقم اهو اكتبيه على التليفون الجدة قاله السلام عليكم مصلحي وعليكم السلام مين معايا انا جدة هيام مرات ابن هانم جارتكم كانت فوزية قالت انها شفيتها واخد هيام وحمتها مشوار ممكن اعرف هم فين انا معرفش هم نزلوا سابوني الله يخليك انا قل انا عليها قوي واوعدك مش هقول لحد انك قلتلي بصراحة كده هم نزلوا في مكان غريب بس انا عارفه وعارف البيت اللي نزلوا عنده لان عليه علاماته مترقم طيب يا ابني ربنا يخليك طيب بص يا جدة اركبي تكتك من عند البيت وانا هتبعك في الطريق طيب يا ابني فوزية بقى بينها وبين نفسها يا لهوي لو حمت عارفت اني قلتلي الجدة هتموتني ربنا يسطر وما تعرفش ان هو انا الجدة يا رب بسطر يا رب بسطر وقف يا ابني والنبي عندك وخدني معاك احمد جوز هيام جاي وشايفها وهي بتركب التكتك رايحة فين يا جدة احمد الحقني يا احمد والدتك خدت هيام وانا خايف اقوى عليها ايه يا جدة الكلام ده هيام هتقولها يعني تعال بس معي نتطمن على هيام لو حصلها حاجة هموت بحصرته عليها احمد انا كده قلقت يا جدة تعالي نروح في الطريق مصلحي وصف لهم المكان ووصلوا الجدة هو ده البيت يا احمد اللي وصفه مصلحي تعالي ندخل ونشوف هيام جوه البيت بقى بتاع الجزار الجدة بتقول للستة الغريبة اللي هناك لو سمحت يا بنتي ما شفتيش هيام وحمدها الستة قلت لها لا ابدا مفيش حد هنا بس كانت مرتبكة كده فالجدة قالت انا هدور عليها بنفسي قلبي حاسس انها هنا هيام يا هيام وتفتح ابواب الغرف احمد بيقول لها عيب كده يا جدة ده بيوت ناس اصبر بس يا احمد هيام انت فين اه لسه فيه بابها لسه ما فتحتوش الستة بقى الغريبة بتقول لها لا ده لا ده لا ده باب خصوصي اظن كده ما يصحش اخرجي برة احمد بيقول لها يلا يا جدة عيب كده الجدة من دفاع اوعه كده من وشي يا هيام وتبص تلاقي منظر اوعى يا احمد حفيت جوه في القضة دي انا قلبي حاسس يا هيام يا هيام يا بنت رد علي احمد بيقول لي بلاش فضايح باقي جدة ده حرمات بيوت برده مش عاوزين مشاكل ايه اللي هيجيبها ايام والم هنا يلا نطلع اوعى بقى يا احمد وفتحت الباب بعنف المرعب الجزار انت مين وازاي تدخل البيت كده هي زريبة ولا وكلة من غير بواب اطلعي برة انت بتعمل ايه دجال انت وفين حفدتي حفيدة حفدت مين وانت مين اصلا اخرجي احسن مأزيكي مش خارجة مش خارجة غير لمعرف فين حفدتي دلوقتي ناس شافوها دخل البيت هي وحمدها هنا امشي من هنا يا ولية يا خرفان انت يلا يا جدة بلاش فضايح بقى هيمش هنا تعالي زمانها روحت هي يا امي حاضر يا احمد بس انا قلق انا في لاش باك بقى كده ونروح لفوزية وانه هي بتقول ايه الو انت فين يا حماتي الحمات في بيت الجزار ايه ده فوزية بتتصل على الصبح ليه كده ده هي لتكون شافتني وانا واخد هيام من البيت الجزار مش فاضي يا هانم ليه كده سبيني اشوف شغلي معاها وطلعي برا انتي الحمى استنى بس ارد واشوفها عاوزة ايه فيه ايه فوزية عاوزة ايه خير انت فين يا حماتي دي جدة هيام قلب عليك الدنيا انت وهيام يظهر شافتك وانت خرجة الصبح مع هيام كده وبتفكر ان هي معاك دلوقتي الحمى بتوتر انا خرجت مع هيام امتى ده انا ما شفتهاش من امبرح بالليل هي طفشت ولا ايه انا في مشوارية فوزية بزور واحدة سحبتي وجاية بعد شوية سلام سلام يا حماتي توصلي بالسلام هي ليه بتجدب وبتقول انها ما شافتهاش ده انا شايفها الصبح وهي خرجة معاها من بدرك وبتتسحب يا طرى نوية على ايه يا حماتي مع هيام ولا هتعملي فيها ايه ربنا يسترها وانا ما ليختي ولا كأن سمعت ولا شفت حاجة الحما هنعمل ايه يا جزار فوزية زمانها قالت لجدة هيام على المكان دي مش سهلة وممكن في اي لحظة لقيها نطلينة دلوقتي الجزار انا اقولك هنعمل ايه بصوا عشان ما يبقاش فيه لخبطة في القصة لما فوزية جدت تتكلم دوت كانت بتفتكر الصبح وهي بتقول لحمتها قبل ما جدة هيام توصل عند الجزار واتفقت هي والجزار هيعمل قسوة قبل ما الجدة توصل يعني لما الجدة اصلت ما كانش فيه فعلا حد هناك هنرجع باك بقى تاني والحمة وهي رجع منزلها داخل البيت يعين عليك يا ابني وعلى بختك النيلة مراتك تفشت وثبت البيت والله اعلم تفشت مع من وليه احمد الفجرة بس لما مسكها بس انتو تجننتو انتو تقتلوا القتيل وتمشوا في جنستو وديتو حفدتي فين عملتو ايه فحفدتي يا هانم خافي ربنا وقولي هانم انت بتدارف ضحت بنت بنتك فيها روحي شوفي هربت مع مين بعيد عننا احمد كفاية انا هروح ادور عليها واشرب من دمها وقتلها فوزية عندك حق والله يا احمد الست اللي تعير جزها واهلها تستهل القتل وانت يا جدة زعلانة ليه مش المفروض انتو صعيدة وعندكم من الوحدة لو تفشت من جزها حلال قتلها الجدة انت مين علشان تحللي وتحرم انت انتو لا تعرفوا دين ولا ضمير مش انت يا فوزية اللي شفت حماتك وهي واخدها هيام من بدري وماشية وجيتي قلتيلي فوزية انا انا ما حصلش امتى ده ولا عرف اي حاجة ولا شفت حاجة انا انا مالش دعوة الجدة انا استاهل اني دخلتها وقر الافاعدة تاني اه يا هيام سامحيني يا ضنايا يا طرفينك دلوقتي ولا عملوا فيك ايه اه احمد انا النار بتاكل فيا عاوزة لقيها مش هقعد زي الولاية كده انا خارج الجدة خدني معاك يا احمد ادور عليها يلا بينا قدام البيت صوت راجل لابس زي العسكري انت استاذ احمد ايوانا اتفضل معايا انت مطلوب في الاسم لاني لقينا جثة ومشتبه تكون هيام زوجتك لاني لقينا بطقتها ومطلوب منك تتعرف على الجثة لو عايزيني بقى اكمل القصة ياريت تكتبولي في الكومنتات كميلي